مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غفت وإليك اشتقنا مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غفت وإليك اشتقنا مرحب مرحب يا هلال نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا السلام عليكم ببنات كديري اللبس عليكم كانت مني تكونوا بخير وبأحوال جيدة كيف درتم مع رمضان كل شيء مزيان والله يتقبل منكم ومن قاعد المسلمين يا ربي كما كتلاحظوا أخذت المقلع وضعت زيت زيتون غدا نحضر واحد واحد الميني بيتزا أو بيتزا على شكل بيتزا توركية بجي رائعة وضعت الفلا في الألوان بصلا قد نشحرهم مزيان وكان اعتادر لأنني مل فكان اعطيكم هاكا يعني في اللول المقادر ولكن هذيك اللقطات مسحت لي ملقيتهاش كان اعتادر وضعت شوية دل ملحة والفلفل أحمر بودرة ويمانتم مارين نشوفوا معايا عن طريقة بتفصيل قليل من الفلفل أبيان بودرة توم هذو من المكونات اللي استعملت يعني اللي سهلين وبساط يعني زيت زيتون فلفل أبيان بودرة توم والفلفل أحمر بودرة هكا بشعتني اللول لون هكا وشوية ديال كوركم وكان اعتادر مرة أخرى لأنني يعني كيجبني أنا الطبلاء اللي كيكونون ما قادر هكا كنشوفهم ضبوطين ما معرف شنو كيبقوا معني التمسح لي هذك هذك المقطع هاكا كنتمسح ما عرفتش علاش فين مشاء الله أعلم يمكن دوخو دوخو الصيام وهرب وكما قاد لاحظو ديال كفتا هنا مشي بزا ديال كفتا يعني غير تقريبا واحد الميتين وخمسين جرام وحبة ديال طماطم قطعة حتى هي حيت لها القشرة وحيت لها حتى ذاك المال يتكون فيها لوب ديالها وغدا نخلط عن المكونات كاملة ما بعضها ونخليها حتى تنساجم وتدبال وغدا ندوز باللاتي باش نهكا ننوريكم طريقة ديال العجين ديالها لأن العجين ديالها عفوا راني ديرها في القناة في الروتين الأول ديال اليوم الأول ديال رمضان فاني درت لكم هذيك العجينة وقسمتها لأربعة وجزء من داك العجين هو اللي احتفظت به وغدا نستعمله دابا باش نعمر به هذ اللي ميني بيزا اللي كي جي شكل ديالها أجمل من صراحة يعجبني للمنظر ديال هذ بيزا هذي ما شيف حال بيزا التركية اللي كنت حطيت في القناة اللي كي بقى وجناب ديولها هكا كفتوحين هذي كنتسدوها شوية كتعطي وحد لمنا يضر كي ما كتلاحظو كنضغطو على جزء كبير من العجين كنخريه غير وحد تفتح اللي هي تكون شوية صغيرة كتعطي وحد لمنا يضر زوين يمكن لكم تديروا لها هكا فرماج موزاريلا ولا كشي اللي كتبعون توم وحتها بطريقة يمكن لكم تعمروا غير بالخضار للناس لما كتوفرشها كمان ما كي بغوش اللوحم يعني كين بزردي الناس ما كي بغوش يستعملوا اللوحم ممكن لكم تستعملوا تعوضوها بالخضر تاوما يعني تكتافوا غير بحل الخضر اللي وضعت أنا اللولة ما تزيدوش لها كفتة كافية كجي لدي دو أكيد صحية أكتر وحتى أنا الحمرة ما كنستعملش بزف راحطو كنديروا وحد الكيميا قليلة هنا راه غير شي دي ميتون وخمسين قرام يعني مشي بزف يعني منكت تتخذي الكيميا وتقسمي على عدد الأشخاص هكا نولو لذات وذك شي يعني راه مشي بزف دي النسبة دي اللحوم وكان بقى ها كمسة مرة نضغط من الجناب وكان وضع الحشوة في الواسط والعجين لبنات راه ها كجي ممتازة هي اللي يعني اللي وريتكم تقاسمت معكم في الفطور اللول يعني البنات اللي بغوا طريقة دي العجين يمشوا لها دك الفيديو ولحت ان شاء الله بارتاجي معكم مرة أخرى طريقة دي العجين البنات اللي بغوا وني ندير لها ها ك فيديو خاص كما أكت لكم في اللول راه نستعمل هال الميني برغر البطبوك بزاف دي اللي هو يعني من عجين واحد يمكن لكم تدير بزاف دي الاشياء وتنوع الطاولة دي لكم وقيت هاكا نرشب طحين وخاص الدائرة تكون بقاعدة باش هاكا لديكم يعني الكرة دي الحشو عفون دي الحشو ها كرة دي لكم جي زوين وبقاعدة وزي حتى المنيضر ولي حسيتو باللي يعني خاص الحشو هكذا وضع واحد شوية غير القليل منها ولي بغا تزين ها را ها كي بزا بديل الاشياء باش تزين ها في الاخير ديل ولا خغيش في يدي القصبر ولا قصبر هكا ترش على من الفق يعط هذك الشكل ذا الخطورية وذا اللون بديل الخش خاش في جناب تزين كي بقى لحسب الطوق ولي حسب الرغبة حتى كننسدها عده كنشوف وشخص الحشوة اولا لا وضغط علام زيان البنات هكا من الجناب باش لجينة ديال ما تطلعش و تبقى بحافظة على الشكل ديال و هنا راني عند هن غيب شوية ديال زيتون احسن كي اعطى واحد اللون دهبي احسن مر البيض كنصح كنصح كنطفقو الدهنو بيه هكا بحال الفاطائر راه ما كيش محسن مزيد زيتون كي اعطى واحد اللون زوين ما حي مر خصوص اللي بنات اللي ما كتعجبو مش هكا النكهة ديال البيض وخا نديرو الخال اللي نديرو اللي ساب ديال الحوايج كتبقى كل واحد وكل ما كيبغيش لبيض دهنو بزيت الزيتون راه زوين هكا قبل ما كندهنو كان كن سخن الفران يعني درته يسخن على درجة الحرارة 190 وكيبقى داك الشيال حساب الفرن ديال كل السيدة يعني كل السيدة وكي كل الفرن ديال يعني كتعرف طريقة ديال واش كي سخن بزاف واش كي حراق واش عادي ومن بعدها وضعتهم في الفرن غادي نشوف في الفيديو مني غادي نسألي ودك شي تشوف في طول ها بديت كان وجد الوليدات الغدا ديال هم يعني كن نقول لكم نهار اللي دوست أنا يعني شبعوا مننا حتى انتم الله العظيم البنات الى الديدة 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 غاية في لد مهم أنا ورد هليكم يعني دك شي لذي نهار ديالي وانتم ما بغيت طريقة هك تدير هالوليد هاتكم محتلين احنا خليوها لي في تعالق وهذا الوصف هره كي تستعمل ها حتى يعني الصحور يعني يعني لبغيتوني نبارتاجيها معاكم مرحبة اكيد رأى عندي في الفيديو ان شاء الله ما باش نطور لكم الفيديو كامل بتغين وريكم مقتطفات ولا حبيتوها اكيد غنبارتاجيها معاكم كجي الديدة ووليدتكم ما غيشبعوش منها أنا والدي كان صايم بقي صغير وقال يما ما غادي نصوم ومني شافني حضرتها الخوتو ويفطر بدك يجي كيقول يا ماما جاني النهار طويل ماما جاني النهار طويل عنده غير عشر سنين يعني ماشي كبير وبقى صايم حتى لخمسة ديال عشية وكي شوف فيها صاف وما ما قد شو ويفطر قلت لي اسمح لي ولكن أنا درت الخوتو ووقع كيت شها والله يخلي يخلي ودخلت هالفرن من بعد ما درت ليها يعني صوس بشامل اللي درت وماشي تقيل يعني يخصو يكون خفيف ولبط دائما خصكم تشرملوها في ذاك الصوس اللي غد ديروها في يعني ماشي تديرو طبقة طبقة الاحسن انكم تدخلو ذاك العناصر الاولى ديال الصوس اللي غد تستعملو فيها فيها وتخلطو كتجي لديدة اكتر وكتشر بدك المعرق وكيما كتلكم كتجي زوينة في الصحور اللي بغا يعني يستعملها هكا الصحور هكا جي زوينة ولديدة وهذا وشك اللي اللي بعد ما خرجت ها من الفران تمت هالوليدات يزين تحك بشوية جل بعد نوس يمكن لكم دروا لها شوية الكيتشوب من الفوق او لطرش اللي شوية البطاطعة يعني مقلية مربعات دكشي كيبقى لحسب الضوق وهذا ندوز دبا باش نوريكم الشربة اللي راني حضرت اللي صحية وغنية اكيد عندي هاد اللوبيا الطويلة هادي قطعتها مكعبة صغيرة قيقة يعني ما بدش نطحن هاد المكونات وشق قبعينة وعندي البوار وحدة قطعتها تحت هي عندي قرعة قطعتها مربعات صغيرة فلفلة جزارة بطاطا اهتي مقطع مربعات وربع كاس دي زيت سيتون والكرافص دك العرش دي الكرافص قطعتهم هكك حتى هما مربعات صغر شامبينيو طري شوية الملحة شوية سكنجبير وشوية الفلفل ابيض واوراق دي الرند وشوية الكركيمار ما بينتاش لكم وفلفل عفوا لفتة وحدة كتعطي واحد نسمة زوينة اللفس كيجي زوينة بناس في الشربات هادو اللي كيكون و بالخضر مقطعة ويمكن لكم انتوما يعني تديروا الدجاج دك شي لحس بالضوق ديالكم انا كانوا عندي بزاف الوصفة في الكفتة كينا هادي بغيت ندير هادو الوصفة هادي بغيت تبقى غير بالخضر هاكاك صحية وضعت شوية ديال البصلة ووزت عليها الفلفل وشامبينيو وشحرت هادو المكونات كاملة مع شوية ديال توابل كيما مرحق وعيان وما خصدش ندخل عليه ديال هاكا يعني السوائل وبلمن يعني الشي خاص التغذية اللي تكون مفيدة كيلي كيبقى يشرب غيف الماما كيياكل شعود ثاني مشي مزيان وانا غدا نحضر وحد الخبز ديال المقلة اللي كيجيز وين عندي نسكاز ديال النخالة 250 جرام ديال هجنتها من بعد مخ مرعت كيما راحتو خاص الهجينة تبقى طريية هجنت غير بيدي قد نقطعها يعني على قطع اللي تكون متساوية كويرات من احتها نطيب غيف المقلة وزوينا البنات انكم تعجنوا هاد هاد الخبيض هذا بتخلي وحتى الاخر لحظة يعني قرب الفطور عادة تخبزو هاد شي اللي درت انا وهاد هذا فيديو خاص غدا نحط لكم في القناة كنت وجدت هاد هاد الفطائر هاد اللي رائعين هلشكل وردة وهنا وك رجعت للخبز ديالي شكلته تنشكل كويرات وكن ندير نرشل فينه باش ننكور هاك نقاد كيما نأكد لكم دائما اللي بعت الخبز ديال لكم يجي ناجح دائما خليهم اطلق يكون خفيف يعني ما يكون قاسح الخبز دائما ما يجي ش زو يجي خاص يبقى هاك كتحس بي بحل لك يص في اليدين هدا كهو الخبز وكنوا اكيدين انه وغا ديال نجح ليكم كما اكت لكم كتدير وحتى الاخر اللحظة وكي تبدو سخون وكتقد مو في طاولة كي يجي لديد وحاجة سخون هاك في طاولة ماشي بحل شي حاجة تحط باردة من الخبز الدية لي رقع ديتهم كي ما كتلاحظوا هدا دابا بعد مرتاح وشوية هدا نبسط هم ما خليهم مغلاضين لان المقلب يعني الخبز ديال المقلب بسرعة كيت نفخ انا درتهم رقا قين رققتهم بزاف انا راني وريتكم واحدة كم طيبتها كما قلت لكم فيديو ما بايش ندر وليكم طويل بزاف كنحاول نقص ما امكان قطعت بزاف من الفيديو باش هكا ما نكونش ما يكونش فيديو موميل كنوريكم باللي الخبز رعطري كنضغط عليه يعني كنحس بهم يعني باللي خاوي من الداخل من كنضغط عليه ما تيكون ش تحسي بهم عجن كي بقى خاوي ونرى الخبز دية اللي راني رمية الخرا كما قط لاحظو كت نفخ عليش قط لكم باللي ضروري تديروها رقيق من تبغي من تقرصو فيه ديروها رقيق ما تخلي وش غلية باش يجي من الداخل خاوي صراحة جزوين ما شهيد كم فيه وكن صحكم ان كم تديرو هكا تعجنو تقريبا بشي ساعة ومس قبل الفطور ويعني من خمر متوج دية طبلة دية الفطور كتبقيت تسخني أنا حيث عندي الطاولة دية الماكلة يعني في الكوزينة وشي مرة اخرى ان شاء الله غدا نوريكم هكا الطاولة دية 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 وهادا هو الفطور دية لي كمال احط يعني وجدته حطيت الشربة العصير وهادا ان شاء الله غدا نتقسم هاد العصير هاد اللي صار حكي يجي زوين موقش لي الوقت وعفون بيتزا اللي اللي طيبت وهاد الفطائر اللي كيجو رائعين يعني وشكل دية لم كيحمر الوجه يعني مختلفين ما كينينش يعني هاد الشكل هادا يعني جديد وزوين صراحة وشوية دية الفواكي يعني شبكية احنا شبكية والله العظيم يلا كتبقى هكا ما كان نقربو لهاش غير كنشوفو بيها مرة مرة فين كان يعني دراري هكا كياخدو انا ما كليتش من نقع من يدخل رمضان مزان مني كان هكا كفلال يعني في ايامة فاطار هكا كنت كن ناكل اما في رمضان يعني عدتنا واحد حال هالمعيدة كنت صغار وما كان نبقوش نقدر ناكله بثاف هدي هي الطبلة ديالي اللي بسيطان تنوعه واكيد كان نقل بقل 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 ما هو الصحي والشربة راجة تلديد البنات جربوها اكيد اكيد غدا تعجبكم وسلو شوية ديال شلادة وما يمخص ضروري كل حاجة منها شوية كل واحد كي يأكل على قدره وما يمخص ان نبار تاجي معكم طاولة ديالي ديال اليوم الثاني كان اعتقدر اني محطيتاش لان صارحة المونتاج وبتساف ديال الاجزاء هاكا كي تلاقيهم كيكون صعيب ومع الوليدات والعياء وحنا يعدنا الفطور هاكا مع العشرة ديال الليل وكان في قصص بكري يعني الارهاق تقريبا العشرة يعني تسعد هونس انا كيجيني في حل العشرة يعني كيجيني النهار طويل صراحة بالنسبة لنا هنا كيكون ارهاق ولدات وراكو عارفين مويم أنا معاكم بقام بارتاجي معاكم مرة مرة الوصفات اكيد ل طاولة ديالي ان شاء الله وكان نتمنى ان الفيديو يعجبكم ويكون خفيف على قلبكم الى عجبكم ما تنسونيش من لايك وبارتاج بس تكبر القناة وانساء الله وتعمل فائدة ان شاء الله